السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبة المشاهدين وهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية اليوم موضوع حلقتنا ومحورها مهم جدا ويخص المبيدات الزراعية اللي يوم بعد يوم قاعدت تضاعف أسعارها وهذا يأثر بالسلب اليوم على العمل الزراعي ويؤثر بالسلب بالخصوص على الفلاح العراقي منظمة الفاو تقول تقريبا أربعين بالمئة من مزروعات العالم مهددة بالآفات الزراعية قبل نذكر دائما وتكلمون آبانا وأجدادنا اللي عدهم مزارع وعدهم بساتين دائما هناك طائرات كانت تابعة إلى وزارة الزراعة بترش المبيدات على المزارع وبالخصوص البساتين إن كانت بساتين نخيل أو بساتين حمضيات وأشجار صيفية أخرى ولكن بالآون الأخيرة وبالسنوات الأخيرة فقدت وزارة الزراعة أسطول طائراتها كامل بدون أي طائرة بدون أي شيء اليوم يعين الفلاح على كل هذه الأزمات ومن ضمنها موضوع المبيدات إلى الفترة الأخيرة استعانت وزارة الزراعة بطائرات الجيش العراقي هذا الجيش إذا يتحمل حقيقة أعباء كثيرة منها ملاحقة فلول داعش الإرهابي وتوفير الأمن والأمان لكل المحافظات العراقية ضفنا عليه جهد أكبر وهو موضوع زراعي بعيد عن عمله ليش وزارة الزراعة كل هذه السنوات وكل الميزانيات الإنفجارية اللي مرت وحتى في قانون الأمن الغدائي اللي أقرب بالأشهر الماضية كان هناك فقرة الطائرات الزراعية ليش مشتروا طائرات ليش هذا الملف ساكتين عنه لعدد من السنوات الكبيرة والكثيرة كل هذه الأمور راح نناقشها في حلقتنا لهذا اليوم مع ضيوفنا ولكن خلونا نشاهد هذا التقرير وراجعي ترجمة نانسي قنقر رجعنا وياكم أحبات المشاهدين بعد مشاهدتنا لهذا التقرير ليتكلم عن موضوع الآفات الزراعية وخاصة عالميا لها تأثير حقيقة سلبي كبير جدا على موضوع الأمن الغذاء العالمي كما صرحت منظمة الأغذية العالمية طبعا ضيفنا لهذا اليوم الشيخ أبو سعد المسعودي أضل جمعيات الفلاحية لفرع المدان ورئيس جمعية أبو ذر الغفاري الزراعية أهلا وسهلا بك شيخنا الله يخليك مشتاقين أرض السواد مشتاقلك الله يحفظك أشكر برنامج أرض السواد اللي يصل الضوء دائما على مشاكل ربي يخليك قلت برنامج أرض السواد يصل الضوء على المشاكل هل نعتبر اليوم موضوع المبيدات مشكلة أيضا يعاني منها الفلاحة العراقي نعم مشكلة كبيرة جدا المبيدات المبيدات تدخل في الزراعة في شكليين يعني في زيادة الإنتاج وفي حماية المزروعات أها نعم تتعانون السنوات قبل ما نبدأ بذروة الزراع إذا كنا نقدر نقول السبعينات الثمانينات حتى التسعينات كيف كانت تتعامل وزارة الزراعة معاكم بموضوع المبيدات يعني كيف كانت تعطيكم وزارة الزراعة هي أتهم جهات أخرى يعني مديريات ومدير التجهيزات الزراعية وهي مسؤولة عن التجهيزات اللي الجهز الفلاح بي مما فيها المبيدات والأمور الأخرى اللي تساعد على حماية الإنتاج وحماية المزروعات وزيادة الإنتاج نعم بالسبعينات كان يختلف الوضع عن ما في الآن بالسبعينات كانت تجاه زراعي جديد رغم أنه تول الدولة بتتجعل الزراعة نعم كانت مكافح وكان قصطول زراعي من الطائرات المكافح خصوصا البساتين والأراضي الواسعة كانت تكافح بالطائرات القطن كان يكافح بالطائرات قطن كان عندنا قطن أنا أنا من رواس زراعة القطن يعني كنا نزراع المزار رائدة بالقطن ليش اختفت زراعة القطن؟ اختفت لأن ماكو دعمه والمعامل اللي كانت تستلم عندنا القطن أيضا توقفت المحول معامل النسيج معامل النسيج في الكوت ومعامل النسيج في كربلة وفي الموصل ها كلاش كانت تنتج ملابس قطنية وتجتاق تستلم الأقطان من الفلاح الحدياسة كانت تزراع قطن؟ الـ 80 تاني أزراع قطن زيان ايضا كانت يكافح والكم ياهم؟ اي نعم نعم طائرات كافح حتى المزارة كانت واسعة يصير تشجيع من الطلاب المدارس المتوسطة في موقع يجون يعاونونا بالجني يعني ان شاء الله طلابية ان شاء الله طلابية كسفرات سياحية وهم يعلمونهم أنه هالنتاج مهم ويجب أن نحافظ عليها وفعلا يساعدون الناس بهالي نعم اتكلم اليوم الأسعار كيف صارت بالمبيدات الآن بالوقت الحالي؟ في ارتفاع اهنا تعرف انت سعر صرف الدولار من ارتفاع غير كل موازين الأسعار اللي كانت تقريباً وما زل نفس عليها الفلاح يعني تقريباً نعم والساعدة الدولة الدولة ما تجيها تنطي المبيد بالشكل المطلوب يعني لا تنطي بالوقت المناسب للفلاح ولا تنطي بالعبوة بالعبوة مالتة يعني تفرغ من العبوة مالتة الأصلية للعبوة الاحتياط الثانية الثانية ويضمون العبوة ما يحتاجون أمه هذا طبعاً من تعرضه للشمس وإلى الهواء راح يقل من عند المفؤولة يعني تأثر زي ليش ما ينطوكم يعني بالعبوة الأصلية؟ ما نعرض ما نعرض الشمس بليش ياخدون العبوة فارغ يضمونها وينطونا جيب بطول جيب أكو بعض الأخبار يقول لنا الفلاح ممكن يبيعه هو ما راح ياخد عبوة كاملة مثلاً أنت من تقسم عبوين بيع المن؟ يعني نوعية يديطوكم؟ والله هي حسب النوعيات اللي يعتاجها الدغل أو يعتاجها الحشراء وتعتاجها الآن البساتي أكو بالمداعن بعض البساتيين لو مات؟ ماتاً وأنا يعني الوقت كان ضيير كان صورت لك وجبتك بستان شوان مات بالموت التذيجي بستان نخل؟ اي نخل نعم نخل كبير وصورها إن شاء الله إن شاء الله شو كنت آخر مرة جتكم طائرات المكافحة؟ ماكم ما جتنا يعني على سنوات اللي ما جتنا أبداً؟ أبداً نعم مزيلاً ما راجعتوا اليوم أنتوا أيضاً كجمعيات في اللاحية؟ سيد وزير الزراعة مع السيد وزير الزراعة هو جاي يقول ما عندي أسطور بالطائرات اللي جبناهن عاطلات بصور وما مصلاحات وما أدهم يعني توجيح عليهم أنه هدايا صلحاً داي دخل للخدمة للزراعة ووزيري حاني فكيف أنا الفلاحي؟ نعم طبعاً أحبت المشاهدين أيضاً نتكلم على موضوع إنه يعني إحنا نشكر اليوم نشكر طيران الجيش على كل الدحم الكبير اللي قاعد قدمه إلى وزارة الزراعة إلى الفلاحي في بعض المناطق لأن اليوم الجيش العراقي أيضاً هو محتاج طائرات مهمة أمنية مهمة دفاع عن الوطن مهمة دفاع عن حدود الوطن مو مهمة اليوم طائرات الجيش تشارك وتساهم بموضوع الرش صح إحنا المشكلة اليوم العتب تطلق اليوم على وزارة الزراعة وزارة الزراعة اللي هاي السنوات اللي مضت وإلى اليوم ما عندها طائرات شنه هي طائر الزراعي جيد تكلف مثلاً جيد إنت في بلد عندك بساتين بمختلف المحافظات كل المحافظات تمتلك بساتين عندك خاصة ندح تشيرك على ديالة على بغداد على بابل على واسط على كربلاء صلاح الدين أيضاً عندها بساتين البصرة البصرة يعني وموضوع النخيل أيضاً وينك من هذا الموضوع؟ طبعاً نشرة إلى موزارة الزراعة فيديو لوزير الزراعة انه اعتبروا انه هذا إنجاز انه وزير الزراعة صاحب بطيران الجيش وقاعد يكافحون ديرشون المبيدات على بعض البساتين خلي شاهد هذا الفيديو ونحلق عليه رجعنا إياكم أحباً المشاهدين وشاهدنا الفيديو اللي حقيقة اليوم على موزارة الزراعة أخوة واصدقاننا وعدنا علاقة بيهم طيبة جداً ولكن يعني للأسف إنه ما أخذيه على محمل الفخر هذا الفيديو يعني إنه هذا السنوات كلها بدون طائرة قدتوا عندنا طائرات وراحة للصيانة لحد الآن هذا الملف نسد ومحد ما تكلم عليه ما نقدر نشتغ طائرات جداً سعاراً بس كل وزير بالحكومة العراقية أسطول سيارة حمايات بأحدث الأنواع وأغلى الأنواع أجل السعر طائر الوحدة الزراعية شنو ميتين ألف دولار مثلاً؟ بالنظر لميزانيات الوزارة والحكومة فهد مبلغ جداً بسيط ربع مليون دولار مثلاً سعرها نص مليون دولار همشي إنه بسيط أخلي كل محافظة طائرة واحدة طيران الجيش طاروا إياكم يساعدكم والله أندي تعليق والله أن شكراً لطيران الجيش حتى بحل وزارة الزراع شكراً لأخواننا العسكريين وحصوصاً طيران الجيش صح الجيش للحرب والإعمار ولكن لا كل ثقل على الجيش يعني كلما أريد فجرين التناوش من الجيش هي حالة هذه نادرة وحالة يعني خاصة مع تحياته للسيد وزير الزراع يعني شي يسوي يعني هو استعان الرجل يعني يعني ما أردح جالي استعان وين يروح طائرات ما عندها الدولة ما جهزت بطائرات محدد بالآفات الزراعية يضطر نعم شيخ عاني قصد اليوم وزارة الزراع هاي السنوات كلها غير مثلاً تقدم طلب إلى رؤساء الحكومات اللي مروا ولا مصطفى الكامل وكلهم يعرفون وزارة احتياجات وزارة الزراع ولكن يعني خلنا احنا بصراحة نحن نشك ان التوجه ضد الزراع يعني ضد وزارة الزراع وزراع عموماً يعني لا تجهزت بطائرات لا بمواد كيميائية لا بكيميائية وأسمدة لا معامل تشتغل طبعاً نموت انت إذا واحد مريض وما تجيب له لا دولة تجيب له إلاجات لتبطيئة كله يموت يعني هكذا صارت زراعة حتى وزارتنا يعني تحورت من 2011 من وزارة الزراع إلى وزارة ارشادية بعثية كانت انتاجية صارت بحثية ارشادية بس يقنصار يجب الطريق من نادر باكرة تنجليش يعني ما يشارك ميدانياً التعب علي والبرد علي والكل علي والصرف هذا والموت يتحمل الفلاح والفلاحة أيضاً شيخنا أيضاً أريد أعرف أو أريد أستثمر وجودك حتى بعض المعلومات أريد نعرفها مثلاً بالزراع الستراتيجية كحنطة وشعير شنو يعني أخطر الآفات الزراعية اللي ممكن تأذي الحنطة والشعير بالعرب يقولون قبل أهلنا يقولون سبعين آفة للزرع وأسهلهم النار هي تش أصعب سبعين آفة على الزرع تجي وأسهلهم النار بما أنه الزراعة مهددة بآفات زراعية ويجب الانتباه لهذا الجانب هواي أمور هسنا الأطغال وضعف الأرض ضعيفة الزراعة هي تغذاء يعني النبسة هي تغذاء لا موسمات كيميائية وأسمدها تقتل الأطغال الغير مفيدة اللي تأثر على نمو الزرع ما راح يصير الإنتاج بالصورة المطلوبة ولا الإنتاج يصير بال يعني انتوقع مثلاً طن أو طن ونص ما يصير الإجناء ذا رايسي صح ينتج ولكن خمسمية جوه وإنتاج تخلى الأطغال وإذا بدور ما الأطغال يصير تصعد ويا تقتله يعني اللي يأثر اليوم على الحطة والشعر هي الأطغال بوجود المبيدات تأثرتوا بالسنوات السابقة بسبب الأطغال أي قسم اللي ما يكافح يتأثر يعني فرق واضح جداً يعني أطغال تصعد بها للزراع أو تصعد حما نسميها روايطة ويصعد القنبوع حمي تمتص من عند النمو مالي كيف نستخدم للحنطة والشعر؟ أي نوعيات نستخدم والله أشكال النوعيات يعني يكون نوعيات يقول لك هكذا يبدلونها بغير نوعية أخرى يعني يعني ممكن يكون شي ما يشتغل هذا مو دور الأرشاد الزراع لازم يجي نبهكم على أي مواضيع؟ أما مرتين ثلاثة تخلي بنا أغو موسمين يقوم ما يشتغل الأرض تقوم ما أو هو اللي بتدغل يتلقح يكون مناعة ويعرفونها الزراعين كلهم يعرفونها يعيرون للمبيد اللي قتلت ها أيضا يعني تعتبر مشكلة اليوم ويعني تعتبر مشكلة وأيضا صرفيات كبيرة حاهم اللي ما يخص الأطغال وما يخص الحشرات والقوارات الأمراض والحاهم يعني هاي الدود والمن نحنا نسميه وهذا كله يأثر يعني ينتص مباشرة يعني هاي مكافح يعني يكافحون أهميا بالمحمولة بالمكاينة تساعدنا ومصارت العليات المكانية يعني رشون نعم هاي رشون النخل هاي أحد اللقطات أيضا نعم طبعا حبة المشاهدين أيضا يعني هناك بعض اللقاءات اللي كانت مع يعني قسم وقاية المزروحات وأيضا قبل ثلاثة أشهر كانت عندهم حملة واسعة لمكافحة الآفات الزراعية في البساتي مثل ما قلنا بتعاون مع الجيش بطريقة طائرات وأيضا الطريقة اليدوية الحقن أو الرشد حقيقة يعني اليوم دائرة نقدر نعتبرها هي جزء من وزارة الزراعة مو مهمتها تشتري طائرة يعني حقيقة أكيد الإمكانيات اللي عندها أصغر من التحديات الكبيرة نحن في بلد زراعي مهم رغم كل الظروف نحن عندنا ساحات واسعة يعني مبساتين وخير من الله ولكن نحتاج أن ندعم مستمر مكافحة مستمرة خلنا نشوف هذا اللقاء وراجعه رجعنا إياكم أحباة المشاهدين وشاهدنا اللقاء للدكتور حسد المؤيد مدير عام مقاية المزروعات هذه الزراعة القسم المهم جداً من أجل ديمومة الزراعة العراقية وخاصة إذا أتكلم على موضوع البسة نرجع مع الشيخ أبو سعد المسعودي الشيخ عرفنا الزراعة استراتيجية خاصة للحنطة والشعر وشنو التأثيرات اللي عليها عرفنا الأدغال وبعض الأمراض اللي ممكن تصيبها شنو يعني أسوأ شيء يمر على زراعة النخيل أو على بساتين النخيل شنو الأمراض؟ الأمراضة واضحة الحميرة والدوباس والعنكبوت الدوباس من عام 1922 أصاب النخيل في العراق عصر لمئة سنة؟ 1922 إصابة بالبصرة أول إصابة وكان عائلات شمئلة يضربون هاي شيء ويضربونها 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 طين ويضربونها ويخنقون الحشرة وتأثيرها كان موحي للجد تأثرت في عام 1935 إلى 1936 قام يأثر على النخلة ويضربونها ويمتصل العسليمال الثمار ويسويها صرفة وانتشر بإيران وبالسعودية وبالعراق وانتشر هاي الدوباس شنو الشيء ليأثر الثاني؟ ها نعم اهتموا بالمكافحة مالتها يعني هذا الاسم الدوباس ما هو مرض خطير للنخيل خصوصا ويأثر على إنتاجها ويأثر حتى على نوعية النخلة يعني موتها يعني خذية الصفر فقام الكافحونة بالطرق البداية اللي حينما اجت الأسطورات الطائرات الطائرات هي الوحيدة يعني النخل عالي نعم الطائرات هي الوحيدة اللي تقدر تكافح التوباس اللي منتشر الآن البساتين نعم هي شغلة الطائرات إنها تكافح البساتين النخيل ومو بس بسات النخيل هي داخل الحمضيات والتنفاح والبرتقال الرائدان هو كله يستفاد من هذا المكافحة ولكن بالأساس هو المكافحات النخيل في الطائرات نعم المرض الثاني شنو اللي يأثر على النخيل الحميرة الحميرة عن كبورة الحميرة شنو ايش يستوي للنخلة الحميرة دود هاي الحميرة تخلي يصير من اللي ينتج العثق ماله يصير أسود يعني يقسم من عنده مثل تقرضها أو تقصيبة فيصير العثق ماله يجي كامل يعني مامه شون هاي مكافحة شنو يحتاج شاي اضا طائرات هاي اكو طائرات وكو مرشات من العرض عوية مرشات دخلتها ويحطو لها اكو سلبوح ويخلو لها كبريت بالشتاء بطن النخلة بالقرب حتى من طمطر الدنيا يتوزع يروح يتوزع يروح يقاتل هادا نعم وهم يعرضون اهل النخيل اكثر من عندي العنكبوت العنكبوت هذا اللي يقوم من فوق الجسم ويشوي كله تراب ويخنجة ويخلي يتأثر يعني حتى يظل مو نظيف وما يصير يعني حتى التمر مالا علاجه شنو؟ غسل هاي غسل؟ نوعية غسل يعني مبيب غسل هاي اليوم على صاحب البستان ايه نعم فرضا ان هاي ثلاث امراض بساتين النخيل وما عندنا طائر هات اكيد تستفعل اكيد تستفعل شي سوي الفلاح لازم؟ جاهد امكان انه بالمتيسر يعني اذا عنده الحقين وغيره ايه ما الحقين او عنده المرش اليدوي الهولدر الهولدر يوصل الى 6 امتار وان قاعدت حقيقة اتوصل لنا بعض الرسائل يعني دائما نحن نزور فلاحين ونزور اصحاب بساتين يقول لك حتى لو انا كنت مشتهد واكافح اكافح ممكن اسوه بستاني يقول ممكن البستان المجاور ينقل المرض اذا لازم طائرة ايه طائرة حتى تأخذ المساحة يعني انا وياك تأخذها بمكافحة تقتل المنطقة يعني تتنظف المنطقة تماما ايه نعم ايه نعم اه تعانون من يتي امور موجودة بالمدائن اكيد يعانون الاهل المساتين لازم يعني حال بحال ايه فلح اخر متأثر بهذا الجانب يعني ما عنده طارة ما عنده مكافحة يكابح بس هو جارة ما يقدر ما عنده ايه مشكلة ايه نعم اكيد طبعا ايضا احبتة مشاهدين كان عندنا لقاء مع معاون مدير اه دائرة الوقاية الزراعية اللي تابع الى وزارة الزراعية خلنشوف هذا اللقاء وايضا راح يكون عدة اتصال هاتفة مهم بعد ما نشاهد الفيديو رجعنا وياكم احبتة المشاهدين ونكملين حلقتنا مع الشيخ ابو سعد المسعودي اللي حقق يثير برنامجنا بمعلومات حول موضوع الآفات الزراعية وطرق مكافحتها اه شيخ ابو سعد اتكلمنا على البساتين النخيل ومشاكل اتكلمنا على الزراع الستراتيجية اليوم الخضروات ايضا اتعاني من موضوع الآفات الزراعية وتعرف ايش قد مهم الخضروات بي اليوم النظام الغداء العراق اليوم الخضروات والمخاضير الزراعية ايضا تعرضت للتهديد من الآفات الزراعية ومن المستورد المستورد هم آفة وآفة الثالثة العطش المي همي الرحمة لعدنا كلها آفات يعني آفات مو آفة يعني دودة مال قزة آفات كبيرة ويجب الانتباه لها واحنا والله العظيم يعني من نحش ونجيب طاريحة يعني ما بيدنا شي يعني نباور عنه يموت الزراع من المي آفة يموت الزراع من المكافح ماكو آفة طائرات ماكو آفة وين ننطجو هنا يعني وين نروح وين نروح ميش يعني احرجعلك بموضوع مهم ولكن عبر الهاتف الدكتور حسين مؤيد مدير عام دائرة وقاية المزروعات الهنبيق دكتور الله يخليك أهلا وسهلا بك أكثر طبعا نتشرف بك وباتصالك بالاتصال مع حضرتك في برنامج أرض السوات الله يخليك بس دكتور حسن مؤيد مؤمن 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 آسف جدا نعم دكتور حسن مؤمن أهلا وسهلا بك دكتور حسن دكتور يعني الصراحة برنامج نحن برنامج زراعي يعني نتنقل بالكثير من المناطق والمحافظات العراقية اللي مهتمة بموضوعة الزراعة هناك عتب كبير جدا من قبل أصحاب البساتين على موضوع من المكافحة موضوع الطائرات موضوع اليوم حتى دائرة الوقاية أنه ما تكون زيارات ميدانية بكثافة لهذه البساتين نعم طبعا يعني حجم المساحات وعدد المجاريع هي مو مقررات ولا تدر الدار القيل لكن أتكلم لك عن الطائرات طبعا الطائرات الزراعية يعني معطلة لسبب فني مع السركة المصنعة وقبل أيام برفقة معالي الوزير قيادة طيران الجيش من أجل يعني أصلاح هذه الطائرات السيطة طيران الجيش أبدا تعاونتها وإن شاء الله نعاكم في الاجتماع في سبيل هذا الموضوع لكن في نفس الوقت طيران الجيش وفروا نطارتين كالعادة مثل هذه السنة الثالثة لحمد الدوبات النخيل طبعا إن شاء الله التركيب للأجهزة السررش تم عليها وكمل نعم بالتوفير الوقود طبعا نحن طيران الجيش والوقود المروضات جعنا طيران الجيش تجهيج الوقود استخدام سياراتنا السيارات من تحفلت معها طيران الجيش بدن الله إن شاء الله خلال نهاية هذه الأسبوع تمطلق عملية الرش الجوي طبعا أيضا نترافقها عملية الرش أرضي للمناطق اللي تنفى طرق السمر بيها الرش الجوي راح يستخدم بيه مبيض أروي نعم للمناطق ذات البؤر العالية بالإقادة ممتاز يعني المبيض غير طاب تغير المساحات الكبيرة ما يتم تغطية هذ بيش سهولة لكن القائرات حددناها المناطق شديدة الإقادة عمل الدارة مو فقط يعني للقوة المجارعين احنا مو بس مكافحة جوية عمل الدارة عمل كثير لكن هستاذات حدد تكلمك بس على عمليات المكافحة علاقة ومجال تنطيني دكتور قبل ما ندخل بيه أكيد من حقك تشرح اليوم أنه موضوع أتحملكم الجهد الكبير وحقيقة أيضا شكرا لطيران جيش أكو سؤال مهم جدا قاعد دائما يطرح في برنامج أرض السواد أين طائرات وزارة الزراعة؟ طائرات الزراعة احنا يعني عندنا سطول يعني السطول الحديث يتكوض من فتح الطائرات نعم هذه الطائرات يعني نتيجة خلد يعني عن طريق نشرة جدت عن طريق الشركة المصنعة للطائرات يعني بإدامة هذه الطائرات في حين هي يعني قبل أكثر من سنة ونتيجة عدم الإجراع هذا الفحص يعني ستفاصيلة ندخص الحديث حاليا فتوقفت الطائرات لسبب مصنعي نعم الحال شنو الحال؟ الحال احنا صارتنا التفاوض مع سركة ايرباك الأوم وجدتنا عروض كثيرة تدري تحت العروض حوالي وصلتنا بالعشرين مليون معنا للوزير أثر بالتفاوض واستمرنا لحد تقريبا وصلنا عروض يعني ربما ربع الفيما وصلنا للسعار هل هناك فكر لشراء طائرات جديدة أيضا؟ كل الأفكار مطروحة بسبيل دعنا نخطع الجراعي لكن الشراء مطروحة بخطة الوجارة طائرات حديثة يعني يدات محركين بالخطط المستقبلية هذه الطائرات أيضا كسبنا المجلس السجراء لأنه عندنا قضية قانونية مع سركة ايرباك مجرد مثلا عن هذه القضية القانونية فلوس وفرص إلا وفق قانون الأمن الغذائي الأمن الغذائي الفلوس موجودة لكن حافظ غير يتأمل نتجاوز بالأيام المقبلة والطائرات إذا رتعت إنجاز إن شاء الله إن شاء الله يعني نتأمل نعم، دكتور قلت أريد أشرح لكم عن خطة الحمل اللي ذاعتكم وقت تفضل الوقت إليك دارة مقاية المجروعات إحنا عدنا 18 حملة مجانية نعم منها فقط على النخيل تدري عدنا حملة دوبات النخيل كحملة رئيس صحيح المساحات هي تكون الأكبر مساحة شدة رصابة عدنا الحمير على النخيل عدنا حلم الغبار على النخيل عدنا مرض اللفحة المتأخرة على النخيل عدنا حطارات النخيل وأيضاً عدنا معركة مستمرة على 24 ساعة وهي مجابهة سلسة النخيل الحمراء في البصرة وهذه صارت خمس سنوات نتيجة نتيجة بالمشترك ما دين الدائرة المركزية ومديرية زرعة البصرة مستيطرين على الآفة يعني محددينها مناطقها ومتعنا نجعلها تتطلع الباقي مناطق الأرض آفة خطرة جداً بالإضافة إلى عدنا حملات مقاطعة حتى حمضيات عدنا آفات الحنطة عدنا بإدارة الحنطة عدنا مبيدات الأدغام عدنا السونة عدنا المن وكثير من الآفات الأخرى فتتخيل حجم الجهد يعني جهد كبير وهذا الجهد طبعاً مو بس الدائرة المركزية يعني إحنا عدنا أقسام الوقاية ودريات الزراعة بطرح هم تجه المناكدة مويانا وإحنا متابعة وياهم وبعض الأحيان لا عدنا حملات مثل حملات على القوارب هذه حملات مقيدة أكيد نعم الدكتور طلب أخير يعني إجتنا أحد الرسال من أحد الفلاحين حقيقة يشتكي لموضوعة يقول لما نروح نستلم المبيدات ما يوخروها من قلبها الأصلية الجاية من المنشأ ويضطونها بقلبنا الخاصة يقول قاعد تفقد بعض المميزات بعض تفضل بالعكس إحنا عادي الصالح الفلاح تبريد إيش؟ نعم أول شيء القلبة أنا من أفتحها وأنطيها أول شيء تدري نبات للأسس القلبة هذه إذا شرمها ربما تستربلس عوف هذا السبب الرئيسي هذه القلبة تدري هذا مبيد من أنطي القلبة مثلا نعم أو القلبة أنت شايفها خمسة لترش كلها حلو أخاف لا تكون فيها استخدام آخر فهمتك فهمتك بالإضافة كحفابات مخزنية حتى ندفق على المخاطر بأن المبيد توجع للفلاح تسترجع العلبة الفارغة للتدقيق بأن المبيد وصل للفلاح فهذه يعني حماية بس أريد أعمل لأن الشكلية اللي أنا جاهز به الفلاح وصلت دكتور طبعا بختام حديثنا مع حضرتك أي حملة قادمة برنامج أرض السواد مستعد يكون يغطي محاكم هذه الحملة أو نتشرف بهذا الشيء؟ يا ريس أستاذ العجمي أكيد أنا راح أخبرك من العلاقات وتواصل مع حضرتك حتى نوعا هذه يوم بعد بكرة يبدأ انطلاق عندنا تصدير التمور الخارج الأراض ممتاز يجري تحت إدارة وقاية المزروعات عملية الترخيص نحن نسوي له لهذه التمور ونسملح شهادة السلام الملآفات ونشجع عملية التصدير كل داخل الوطن إن شاء الله يكون عدة تواصل مع حضرتك شكرا جزيلا دكتور حسن مؤمن مدير عام دائرة وقاية المزروعات على هذه المعلومات شكرا جزيلا حقيقة تتكلم بكلام أشوفه قريبا شكرا لدكتور حسن المؤمن وحقيقة التبرير مقبول بالنسبة للمغنع بالنسبة للحاويات مات الأدوية قد يكون صح يستخدمها يعني البعض يعني هناك نقص وعي بموضوع يستخدم المياه يتببا أو لآخر وهي سامة ويتحاشن هذا تبرير جدا يعني اليوم تصريح رسمي من الدكتور حسن مؤمن مدير عام دائرة وقاية المزروعات يقول إحنا عدنا سبع طائرات حديثة مشتريها من شركة إيرباك البلس هو رجالك من لحد بس عطلانة هات يقول لك أكو عدنا هسا مشكلة قانونية مع الشركة لأن احنا عدنا عقد معنا هما يصلحوها ورافضها هذا الشي فإن شاء الله يعني حلو إذا ملكت يقول قريبا جدا إن شاء الله تنحل هذا المشكلة طبعا طبعا حبت المشاهدين أحد بأحد بداية حلقته العفوين تكلمته بموضوع مهم جزء قلت زيارات أرض السواد للكثير من البساتين إذا يعني الأذكرهن الدير بالبصرة رحنا رحنا إلى باب أعدد كبير من الحلقات رحنا إلى واسط أيضا جنوب بغداد أيضا تحدثنا بهذا الموضوع مع أصحاب البساتين صلاح الدين أيضا ديالة في جديدة الشط يقوم قاعد توصل للنطائرات شوف هذا اللقاء راجعي لدينا أمراض كل شخوية بعض الفلاح بعض البساتين يقول لك ما مهتم بالنخل يقول لك كان قنات ما أصرف لي ما أصرف لك ليش يقول لك تدمين عندي مواد كمياوي نحن يسمون لدينا تجريف الحاقن الحاقن يقول لك مثل قاعد تكلفني مثل هذه المبيدات غالية هسا ما يفيدنا الحاقن إلا السويشري أكو الصيني يشتغلوا بسنة واحدة نحقنه وراه يرجع الدوباس السويشري قد يضطيك ضمان السويشري خمس سنوات كيف سعره؟ سعر العلبة لربع تقريبا 65 ألف دينار كم نخلة تكفي؟ تكفي 60 ألف دينار ها يعني الادة مثلا لديها آلاف تكلف وهاي مثل ما يقول لازم يتضل مثل الذبابة هسا هاي الذبابة البيضاء اللي احنا سعدنا على الحمضيات هاي الأمراض اللي موجودة يعني المبيد اللي يجيبه نباته يشتغل بما يشتغل يطلع مقشوش ناشد الفلاح يريد دعم يعني ناشد الفلاح يريد دعم يريد من اللي قطاع الزراع يقطاع الزراع احنا ما عدنا ماكو دعم يعني حتى مقام يجيبوني المواد اللي يعني هاي تجيبون هاي الزيت يسمونه مادا يشتغل عندنا احنا ناشد يعني الحكومة بهاي السال فشاط الطيران احنا الطيران صار يكمش اقول لك 7 سنين ما واصلنا طيران ابدا احنا هو هاي المن يغضى عليه إلا الطيران قبل كان كل سنة؟ شهر السابق يعني متذكر انت انا موالي انا موالي تسعة تذكر يعني يعني كان كل سنة تجي طيارات مجانين مجانين عده اللي حلقة طاع الزراعي رجعنا وياكم احباة المشاهدين ومكملين حلقة نشاهدنا هذا اللقاء اللي كان في منطقة الراجدية اللي تعتبر من اهم مناطق بغداد بموضوع زراعة النخيل وبساتين النخيل شيخ ابو سعد يعني تكلمنا على النخيل تكلمنا على الخضروات تكلمنا على الزراعة الستراتيجية موضوع مثل اشجار الفاكهة ومعها الحمضيات ايضا اكو عندها مخاطر من موضوع بعض الافات؟ كل الافاتية بها يعني هواي امرات تتخلل هذه الاشجار اكو دبابة البيضاء دبابة البيضاء والعفونة والسلبوحة الحفار هاي كلها يأثر عليها هاي ايضا نقدر نستخدم شغلات يدوية ايضا نغش وداخل البساتين صيرية محمية اغلبها يعني بداخل النخيل وممكن مكافحتها بالطرق اليدوية بالهولدر او المحمولة بالظهر او بالمكينة ايضا اللي ورا المكينة يكون محمولة يشعونة وبيحصل لطويلة 50 متر تحاول يعني يوصل نعم بما انك اليوم جيتنا من المدائن اليوم انا حاق لك موضوع المبيضات الحشرية والافات الزراعية ومكافحة وتكلمنا مع مدير مدير عام ولي رقاية المزرؤات دكتور حسن بما انك ابن المدائن موضوعة المين شنو اصار عليك اكو تحسن نصفه مات ونصفه قد يكون يعالج نصف المات اللي هو يتغادم النهر ديالة ما رجع الماء النهر ديالة ما رجع الماء النهر ديالة يمسط الديالة تعبرها برشتاك ويدرون بيأكلهم واحنا في خطر يعني هذا النهر دي فرخم ثمن الفضيلية في خطر احنا في خطر جدا يعني وشون قاعد تزرعهم ما زرعين اذا البعض اكو زرع تكرم ماء المجارج يرجع المكين الشغلون القسم من عنده يوصل وما يوصل مو زراعي يعني ما جيت ما جاتي شيء الحلال يعني فقط ما جاي يصير زراعي شيرت بعض المنشورات عندكم ناس باعوا حلالهم ايه نعم باعوا واشترا تنكر هذا انت وصلت الناس باع قال احسن ما اموت انا والحلال الحلال واشترا تنكر حتى اعيش انا اعيش نفسي وفعلا باعوا جاي وغدى انا من الناس جادي وما يبت تنكر ما لونطان الحل شنو حلولكم ما يملازم من نهر دي جلي والله هي اكو حلول واكو مقتراحات والدولة تخلي تعاقلها فعلا يعني شكال تبعد اشي عن عن ديالة يعني من جهة الراشدية من هاي المناطق يعني الولاي ودعها تسوي بحيرات ارتبط بحر ببحر ايه مصر واحد مصر واحد مو فشي مهم مو شي عاصي يعني مو يعصى يعني شكال يعني مضخات المياه اللي مال شرب ما يشرب جررها نبيب مئة متر وفوق المتر يعني القطر مال الامبوب الواحد خليك جررنا مثل ذا اني اربع وديه يوصلون للمشروع من اي مكان احسن لا حفروا لا شو يضخون بمناك يوصلوا يقاتلوا ان شاء الله بسيطة ومو هذا مو مخترح مهم مخترح مهم مو ان اكو مصدر مياه المفروض الدولة التجاعية توصل للعراض فعلا كل التحية والشكر لك الشيخ ابو سعد المسعود عضل الجمعيات الفلاحية عن فرع المدان ورئيس جمعية ابو ذر الغفار الزراعي شكرا جزيلا الله يخليك وتحية كل فلاحين اللي عطشانين واللي غير عطشانين ايضا نوشلهم تحية من هذا المكان ان شاء الله برناوج عرض السواد اللي احنا نجلبين به بركة عن طريق ان شاء الله اغلب مشاكل بالتحية والشكر للدكتور حسن مومن مدير عام دائرة وقاية المزروعات على المعلومات قبل الختام خالص العزاء والمواساة الى كل فلاحين ومزارعين ابو غريب بعد استشهاد الشهيد الزينب هذه الفلاحة العراقية اللي حقيقة نفتخر بيها برصاص غادر من قبل ميادين التدريب لجيش الاحتلال الاميركي الموجود فيه اطراف مطار بغداد الدولي نتمنى من الحكومة العراقية ومن وزارة الزراعة بالتحديد لان اليوم استشهدت فلاحة عراقية ان تأخذ حقها ان كانت بمحاكم دولية او حتى المحاكم العراقية لان ردة الفعل كانت رد فعل بارد حقيقة ما يدل اليوم على حجم الكارثة اليوم لما فلاحة عراقية تستشهد وهي في الارض الزراعية بمنجلة هذه مصيبة كبيرة وحظيمة جدا اليوم تدل على رخص الدم العراقي للأسف بنظر بعض الشخصيات اللي اسات اليوم للعراق ولتاريخ العراق إلى هنا تجتيح حلقة من هذا اليوم من برنامج ارض السواد نلتقيكم بحلقات اخرى إلى اللقاء اشتركوا في القناة